أظهر تصوير أشعة لبطن امرأة كولومبية تبلغ من العمر 82 عاماً جنيناً ميتاً منذ 40 عاماً وكانت المرأة دخلت مستشفى في العاصمة بوغوتا نتيجة ألام حادة في المعدة وبعد إجراء الفحوص الطبية الضرورية لتشخيص حالتها اكتشف الأطباء وجود جسم غريب في بطنها وليس رحمها تبين لاحقاً أنه جنين موضوع مثير للاهتمام داليا لربما ولكنه في شدة الغرابة ولكن سبحان الله غريب جداً كيف يستمر إلى تلك الفترة ولم تكتشفه إلا بعد 40 عاماً وذلك بسبب ألام بطن تخيلي أدافع يعني ربما هذا جسم الإنسان جرير يحدث وتحدث أشياء في بعض الأحيان خارج فهمنا تعرفي لربما هذا مؤشر على أنها كولومبية ولكن تتخيلي 40 عاماً لم تجري فحصاً واحداً لإكتشاف هذا الموضوع قلة الذهاب إلى الطبيب لربما هي أيضاً توصلنا إلى مرحلة نكتشف الأشياء دائماً نتحدث عن فحص دوري كل عام كل سنة أو على أقل كل عامين ولكن بتأكيد بسبب الانشغال بسبب الأوضاع الاقتصادية أو ضاع البلاد على حسب كما نتحدث الآن نحن عن عاصمة باقوتو بالتالي ستم تأجيل هذا إلى 40 سنة كما حدث مع هذه المرأة مشكلة كبيرة